دعم واحد الحصيص من تعد دقيق يسمى الدقيق المدعم اسميته بفرنسية لفارين ناسيونال دي بليتونتر اللي هو 6.25 مليون قنطار سنويا في سنة عادية الدولة تخصص مليار و 300 مليون تعد درهم باش تعاون وباش تساعد هاد الحصيص على فارين باش يتباع في السوق 200 درهم القنطار هادا نقاش وهادا مسألة قارة واش هادك لفارين تستفدو منها غير دويد دخول محدودة او لا هادا نقاش اخر الان هدي السنة العادية هلا اخديته حد السنة عادية بحال 2019 واخديته قانون المالية غدي تلقاوه دعم الموجه لفارين 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 بطبيعة الحال الاستعمالات متاعها الاساسية هي الخبز والامور الاخرى المشتقات فهذا تلقاوه مليار و 300 مليون انطلاقا من سنة 2020 الاتمان في السوق العالمية بدأت كترتفع نحن نعرفه افكتيب موق وهذا الارتفاع ولكن نحن نعرفه الحد انطاعه باش نعرفه بطريقة جيدة فكما قلت بانه في 2021 المعدل انطاع الحبوب في السوق العالمية كان هو ميتين و تسعين دولار للطون 2021 دجا هاد ميتين و تسعين دولار للطون كان فيها ارتفاع تقريبا بالتولد 34% بالضبط لوحد السنة عادية اللي هي 2020 في 2021 كان هاد الارتفاع ب 34% في سنة 2022 زاد هاد الارتفاع وصلنا ل 315 دولار للطون هذا الواقع اليوم هاد الارتفاعات بطبيعة الحال دب احنا عندنا عندنا واحد الثمن ماشي مقنن ولكن متعارف عليه نتاع الخبز بدرهم وعشرين ولكن نرى كل انواع الاخرى او لكل الامور الاخرى اللي كتستعمل بدقيق الثمن تاعها ماشي مقنن بالتالي ولكن باش نضمنوا هاد الخبز ونضمنوا هاد القدرة الشرائية نتاع المواطنين حتى اللي كيستعملوا الدقيق في البيوت نتاعهم كين واحد الثمن من تاع الفارينة متعارف عليه اللي هو ميتين وستين درهم القندرة هاد الظروف اليوم اللي كي عرفها القمح واللي كتا 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 ننا واحد الاسواق عالمية والفرات تنقل زاد من خمسة وعشرين دولار لخمسة وثلاثين دولار هاد العوامل المجتمعة خلات بان القنطار انتاع القمح اللي غدي يدخل عندنا يكون هو تلتمية واربعين درهم القنطار عواض ميتين وستين اللي كينا في السوق باش قاع القدرة الشرائية ما تتضربش في السنة العادية سنة العادية في الفين وتسعتاش الحبوب كله هي كانت كتا تدخل بواحد السعر انتاع ميتين وستين والدولة كانت كتا تفرضوا صوم جمهوركية باش تحافظ على المحصول الوطني امام هذه الظروف لجأت الدولة بطبيعة الحال لباش تاخد الاجراءات اول اجراء هو اننا حبسنا لضرواء الامبورتاسيون تلك الرسوم الجمهوركية اللي كنا كنا نفرضو على الاستيراد حبسناها في فترتين من فيفريي حتى الخمسةاش مايه 2021 باش نفتحوا المجال من بعد الانتاج الوطني وحبسناها ايضا من نوفمبر 2021 تل افريل 2022 تل افريل المقبل ان شاء الله انت هذه السنة الرسوم الجمهوركية محبوسة في سنتين عادية هاد الرسوم الجمهوركية كتدخل دولة خمسمية وخمسين مليون افريل المقبل ان تتدخل الانتاج الى هذه السنة التي تحبسه الرسوم الجمهوركية لها غير كافية كان على الدولة ان تتدخل هذا القنطار اللي تنجيبوه من على بره من هذه الحبوب من القمحلين يبقى في مئتين وستين درهم باش الفارينة اللي تتمشي المطحنة واللمواطن اللي كيشيريها في دارو تبقى في 350 درهم من القنطار دخلات الدولة في فترتين الفترة بطبيعة الحال اللي قلت لكم في 2021 المعدل في المرحلة الاولى اللي حبسنا فيها الامبورتاسيون كان 24.45 درهم القنطار من في 1 فبراير 15 ماي 2021 وفي الفترة التانية وبالتصاعد من تامان الحبوب في العلام تدخل في هذا القنطار وصل وصل ال 87.25 درهم معناه انه لو لا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة باش التمنتها يبقى في مئتين وستين درهم كان خاص القنطار يسوى 340 درهم وإلا سوى القنطار داع الحبوب 340 درهم القنطار الفارينة كيرتافع ل350 درهم وبالتالي كل ما يصنعه بالفارينة سوى الخبز انتع درهم فاصل عشرين او الا الاستعمالات المنزلية اللي كيدير المواطن او الا المنتجات الاخرى اللي كيدير في المخابيز ما ينتشح لالاخر الا الارتفاع لالتمنتها لان القنطار الفارينة ستزاد ب80 درهم ده بخلينا بلا فارين ناسيونال اللي نورمال مخصوم يستعملوا الفقراء اللي كتسوا مئتين درهم واللي ما كيستعملوها لا مخابيز ولا هم يحزنون تافقين هذي كتسوا مليار و300 درهم تاريخيا ولكن اليوم الدولات الدخلات باش تحافظ على التمن على القنطار الحبوب في 260 درهم وباش الفارينة اللي كتخرج من دك القنطار تسوا مليار و400 درهم باش الاستعمالات من دك الفارينة اللي من بينها الخبز اللي كان في المخبزة بدرهم و20 يبقى محافظ عليه معناه ان المو استهلك سواء كان مواطن يستهلك هذي الدقيق عنده في الدار او المواطن يستهلك الخبز والمواد الاخرى في المخبزة ما تأثرش بهذه التحولات اللي وقعت في السوق الداخلية ولهذا الغرض دولار في 2021 باش تدير هذي العمليات بالاضافة للمليار و300 اللي تدعم به الدقيق المدعم خلصت يعني عوض من خلصوا مليار و300 مليار و3 مليار و280 مليون درهم 3 مليار و280 مليون درهم 3 مليار و280 مليون درهم هذا تخلصت هذا القراءة هذا الرقم لا تحتاج الى مجهود لانه الماضي هذا 2021 يعني إذا نريد أن نقارنه في سنة عادية الدولة خسرت تقريبا مليارين إضافيين خلال سنة 21 وفي سنة 22 وبالظروف اللي رحنا سنعرفوها أنا ما كان هذرش على التطورات المقبلة واللي هي مقلقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية خاصة السلطان السراعات اللي كتعرفها روسيا وأوكرانيا واللي هي واحد البلدان منتجة لحصيسين كبيرين جدا في الحبوب بغض النظر على هذة التطورات اللي كل الناس كيقولوا بأنها قدي تكون سلبيا نكرا نرغي على الواقع اللي كيندابا فإلا مشينا في هذة المنحة اليوم حتى اليوم باش نحافظوا على هاد توازنات اللي قلت دولار بعدها دجا فاكتورات بين جنوية و أفريل مليار و تسعمية و بعتاشر مليون مليار و تسعمية و بعتاشر مليون شي دخل أديسيونال من اللي تنزيد عليه داك المليار و تلتميان تعد دقيق المدعم والذي أؤكد و أوضحه مرة أخرى أنه لا تستعمله المخابيز موجه للشريحة الأكثر و هشاشة باش تلقى بزوجة درهم من كيلو فإلا ضفنا عليه هادك الشي ومشي نحت النهاية السنة الدولة عليها أن تخصص ثلاثة المليار و 844 مليون درهم باش للخص أكيد أن الدولة ممشتش تساعد وتساهم و تدعم كل مواطن في استعمالاته للدقيق سواء الشخصية أو لدخ المنزل أو لا الاستعمالات في المخابيز ولكن لأنه يصعب أن ينجز هذا العمل فدعمات المادة الأولية الأساسية في الاستعمال اللي هي الحبوب اللي منها تنديره لفريق وحافظت على السعر منتاع الحبوب في 260 درهم اللي يدي يشابه سعر الحبوب في سنة فلاحية جيدة وإلا كتذكره ففي نهاية كل موسم فلاحي الدولة كتحدد السعر المرجعي لبيع الحبوب المنتجة وطنياً في 270 درهم القنتار سنعطيه واحد فاصل إضافي تشجيعاً للفلاحي المغربي موسيقى 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 موسيقى